بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأفق الله شيخنا وإسر أمرنا وجعلنا من أهل العلم العاملين قال إمام دار الهجرة وعالم المدينة مالك بن أنس في كتابه الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي الأندنسي باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بقراءة حدتني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولاه شام بن زهراء يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ذكر لنا شأن القراءة في الأبواب السابقة وكان مصب الكلام على قراءة الإمام أو المنفرد فتوجه السؤال ما هو حال المأموم في الصلاة أيقرأ أم لا يقرأ فأجابنا الإمام مالك عن هذا السؤال بأن ذكر هنا بابين متلامزمين وهو الإفصاح عن مذهبه وعن مختاره في هذه المسألة فإن مسألة القراءة خلف الإمام مسألة كثرة فيها الآثار والأحاديث لهذا اختلف الفقهاء في ضبط هذه المسألة على ثلاثة أقوال القراءة خلف الإمام يعني شأن المأموم في القراءة وردت فيها أحاديث كثيرة سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين لكثرة هذا الاختلاف حاول الإمام مالك أن يوزعها على بابين فقال في الباب الأول اقرأ الباب القراءة خلف الإمام فيما لا يشهر فيه بالقراءة القراءة فيما لا يشهر فيه الإمام كأنه يقول إن المأموم يقرأ إذا كان الإمام إيش إذا كان الإمام صامتا طيب والترجمة الثانية ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ترك القراءة في الموطن الذي يجهر فيه الإمام طيب هذا صنيع الإمام مالك في توفيقه بين هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في الباب نؤسس للمسألة بأخوال الفقهاء ثم ننظر كيف تعاملوا مع هذه الأذلة فنقول اختلف العلماء في مسألة قراءة المأموم في الصلاة على ثلاثة أقوال فأما القول الأول فهو مذهب السادة الحنفية رحمة الله عليهم وعلى أئمتنا فقالوا لا يقرأ المأموم في صلاته مطلقا سواء في السر أو في الجهر سواء أصر الإمام أو جهر الإمام لا يقرأ المأموم فإن قراءة الإمام مرزئة وكافية عن قراءة المأمومين وهذا مذهب عندنا مذهب آخر يكاد يعكسه وهو مذهب السادة الشافعية رحمة الله عليه بالنسبة لمذهب الحنفية قولا واحدا في المذهب لم يختلف مذهب السادة الحنفية عن هذا ولا توجد لهم رواية أخرى الإمام الشافعي عنده قوله في القادم وقوله في الجديد الجديد المفتبه هو أنه يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة سواء في الجهر أو في السر ولكن يجب قراءة الفاتحة فقط واضح مذهب الشافعي يجب على المأموم أن يقرأ سواء أصر إمامه أو جهر فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة توسط مذهبان وهو مذهب السادة المالكية ومذهب السادة الحنابلة والقول القديم لمذهب الشافعية رحمة الله على أئمتنا فقالوا يسن القراءة إذا أصر الإمام ويجب الإنصات إذا جهر الإمام وهذا المذهب الوسط هو الذي جاء به الإمام مالك على قسمين إذا أصر الإمام يستحب لك أن تقرأ أما إذا جهر الإمام فلا يجوز لك أن تقرأ واضح؟ طيب هذه الأقوال الثلاثة مروية عن أصحاب رسول الله فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأقوال وسبب اختلافهم هو كثرة الأحاديث التي رويت عن رسول الله في هذا الباب طيب الآن نبدأ في شرح الأحاديث ونحن نستصحب الآراء الثلاثة ونقول من أخذ بالحديث ومن أوله وما هو صنيع أئمة المذاهب في هذه المسألة اقرأ الحديث حدتني يحيا عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولاه شام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلى الله محمد هذا الحديث من طريق أبي هريرة هذا الحديث أخرجه الجماعة عن مالك ماعد البخاري وابن ماجر فهذا الحديث أخرجه عن مالك مسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وقبلهم الإمام الشافعي فهذا الحديث من ناحية الإسنادية لا غبار عليه فهو حديث إيش فهو حديث صحيح طيب هذا الحديث عن أبي هريرة ضم ثلاثة أمور حديث مرفوع لرسول الله وفتوى لأبي هريرة وحديث لرسول الله تفضل عن رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن في الدرس السابق شرحنا لفظة أم وما المقصود بها أم القرآن قال فهي خداج ثم كررها ثلاث الخداج في لغة العرب كما يقول اللغويون الخدج هو أن ترمي الناقة ولدها من غير إتمام فتقول خدجت وأخدجت من غير إتمام مثل ما نقول السقط بالنسبة للمرأة فإذا ألقت الناقة ولدها دما غير كامل فتسمى خدجت وأخدجت فقال رسول الله إن الصلاة إذا لم يقرأوا فيها بفاح تيحة الكتاب فهي إيش فهي خداج أي ناقصة ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرها ثلاثة فهي خداج فهي خداج فهي خداج قال فهي غير تمام انظر النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالنفي وعبر بالإثبات فهي خداج يعني ناقصة ثم قال غير تمام فهذه قوة عبارة في التشدد في قراءة صورة الفاتح ونحن في الدرس السابق بينا قراءة الفاتح وقلنا إن المداهب الثلاثة اللي هم المالكية والشافعية والحنابي لا يقولون بفرضيتها والحنافية يقولون بإيش بوجوبها والخلاف قلنا هو خلاف بسيط لأن الحنافية عندهم يجب قراءتها والواجب غير الفرض عند الحنافية فمن تركها عمدا بطلت صلاته ومن تركها سهوا يجبرها بسجود السهو هذا مذهب الحنافية الآن نتكلم الحديث على العموم الحديث على العموم لهذا الآن نريد ننزل أقوال الثلاثة إذا أخذنا هذا الحديث هكذا يوافق أي مذهب يوافق مذهب الإمام الشافعي لأن عموم الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن هنا من ألفاظ العموم فهي شاملة لثلاثة حالات حالة كونه إماما وحالة كونه منفردا وحالة كونه مأموما صح؟ فعموم هذا الحديث يقوي مذهب الإمام الشافعي فإذا لا نسأل الإمام الشافعي ما هو دليله في المسألة واضح؟ طيب هذا الأمر الأول واصل من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرا إني أحيانا نكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول هذه فتوى من أبي هريرا سئل قل الله يا أبا هريرا ترى أنا أكون بعض المرات وأكون في صلاة مع الإمام ماذا أفعل؟ قال فغمز بيدي يريد أن ينبهه وقال له اقرأ بها في نفسك يا فارسي وهذا راجع إلى هذا التابعي طيب كأن أبا هريرا رضي الله عنه كان يقول بالقول الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقا طيب أبو هريرا هذه الفتوى جاء فيها بدليل قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قال الله هنا يمر معنا أول حديث قدسي لأن لما قال رسول الله قال الله فهذا إيش؟ هذا حديث قدسي لهذا أئمتنا أورد هذا في الحديث القدسية وسبق وأن بينا أو لم نتكلم على الحديث القدسي وهو أن الشارع الشارع إذا أطلق عند علماء الأصول هو الله أو الرسول الوحي تلقيناه منه عن ثلاثة طرق فإما أن يكون من الله قولا فهذا يسمى قرآن وإما أن يكون من رسوله قولا فهذا يسمى سنة واضح وإما أن تجتمع فيه الطريقتين كيف تجتمع هو أن يوحي الله لرسوله القول ولكن لم يقله الله قولا وإنما قاله رسوله واضح فهذا يسمى إيش يسمى حديث رباني أو حديث إيش قدسي فهو ليس بالقرآن فإذن هو نازل عن الرسبة القرآنية وأعلى من الحديث من حيث إيش من حيث قائله واضح الذي هو رب العالمين طيب هذا النزول الذي نزله الحديث القدسي أنقصه شيء وهو ميزة القرآن وهو إيش القرآن إذا قرأت كل حرف لك إيش عشرة ويجوز الصلاة به لكن الحديث القدسي إذا قرأته ليس لك بكل حرف عشرة ولا يجوز أن تقرأ به في إيش في الصلاة لهذا القرآن لابد أن يكون عن طريق جبريل القرآن عن طريق جبريل لكن الحديث القدسي قد يكون في المنام وقد يكون إلهام واضح لهذا لم يأتي فيه بتعبير الله بخلاف القرآن فإنه قول الله عز وجل كذلك واضح طيب هنا عندنا حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين أمن الآن يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمت الصلاة المتبادر بأن لفظ الصلاة هنا لفظ شرعي وهي الهيئة المعهودة من ركوع وسجود وقراءة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فإذن مقصود الله في قسمت الصلاة إيش الفاتح الفاتح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لما قال قسمت الصلاة ماذا فاهمنا بما أن الصلاة لفظ شرعي أقيموا الصلاة يعني هي الصلاة ذات الركوع والسجود والقراءة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد الحمد لله رب العالمين فإذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هي الفاتح فإذن عبر عن الفاتحة بلفظ الصلاة طيب هل هذا التعبير تعبير حقيقي أو تعبير مجازي ذهب بعض الفقهاء إلى أنه تعبير حقيقي وأن الفاتحة تسمى الصلاة لهذا من ألف في كتب علوم القرآن تجدونك الإمام السيوطي والزركشي ذكروا من أسماء الفاتحة الصلاة فالفاتحة تسمى تسمى صلاة فتقول قرأت صورة الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى سمها سماها الصلاة هذا إذا قلنا هنا اللفظ حقيقة أما إذا قلنا اللفظ مجاز وهو ذهب إليه كذلك جمع من العلماء وهو أن عبر عن ذلك من باب التغليب إن قرآن الفجر كان مشهودا اتفق المفسرون أن قرآن الفجر هنا هو إيش وصلاة الصبح وكان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار واضح لكن لما كان الغالب في الصلاة القراءة سميت صلاة كلها إيش قراءة إن قرآن الفجر كان مشهودا كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف واضح من باب التغليب لأن أهم ركن فيه هو إيش هو عرف فكذلك هنا أن الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة صلاة لأنها الغالبة في في الصلاة واضح طيب قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي هذا حديث يدل على قيمة الصلاة عند رب العالمين ويدل على مدى تكرم رب العالمين على العبد هنا ذكر قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولم يقل بيني وبين المصلي ولم يقل بيني وبين المسلم لأن لفظ العبودية هو شرف لهذا إذا تتبعت القرآن تجد أن مواطن الشرف يعبر فيها بالعبودية وأنه لما قام عبد الله يدعوهم شرف الدعوة وقال الله سبحانه الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده فدائما في مواطن الشرف ينسب إيش ينسب إلى العبودية لأنك أنت ما خلقت إلا من أجلها وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون فكمالك في ذلك فإذا نقصت عن ذلك فإذا انخرجت عن ما هي أو الوظيفة التي خلقت من أجلها فلهذا هنا جاء بهذا اللفظ وقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بدأ بنفسه لأنه هو واجد الوجود ولكن ذكر العبد هنا محض منة من الله عليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي يقول بعض العلماء هذا حديث فيه شرف للعبد وشرف لموطن المنجاة في الصلاة يقول الإمام الغزالي في الإحياء قال لو لم يكن لك من صلاتك إلا أن الله ذكرك لك فك شرفا بها قال يقول الله يقول عبدي إذا قال العبد الحمد لله يقول الله حمدني عبدي فذكرك الله فهذا شرف وهذا المنجاة هذه واقعة لكل صلاة فأنت إذا استقبلت الله في قبل قبل وقلت الحمد لله رب العالمين اعلم بأن الله يقول حمدني عبدي فهي مناجاة لهذا لابد أننا ندرك أن الصلاة هي مناجاة بين العبد وبين ربه والمناجاة هي الإصرار أو الكلام الخفي الدائر بين شخصين اثنين فإذا قال العبد أيوة الحمد لله رب العالمين يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي هذه واحدة حمدني عبدي وقلنا الحمد هو بلوغ الثناء كاملا قمة الثناء نعم يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي لما يقول الحمد الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي انظر وقع حمد أولا ثم أعقبه ثناء والثناء وهو ذكر صفات الجلال والجمال وهو أنك لما قلت الحمد لله وهو أن الله مستحق للمحامد كلها تنتج عنه رهبة منه لأنه كامل في صفاته فاحتيج هنا إلى صفات تلين ما يؤثر في العبد من رهبة الله فقال الرحمن الرحيم واضح والرحمن والرحيم هم صفتان من صفات الله وإن كان الرحيم الرحمن أقوى من صفة الرحيم في المعنى لأن الرحيم قد يوصف بها أي شخص لكن الرحمن لم يوصف بها إلا الله قل ادعو الله وادعو الرحمن لهذا اعترض المشركون على رسول الله قالوا ما ندري ومن رحمن ومن رحمن واضح فلهذا لم يتسمى بالرحمن إلا الله والرحيم قد يوجد معه والفرق بينهما أن الرحمن يختص عادة يوم القيامة فإن يوم القيامة ينفرد سبحانه وتعالى بهذه الصفة وهي الرحمن لهذا أعقبها بالقول الثالث وهو يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي ثم بعد الثناء جاء التمجيد وهو مالك يوم الدين ويوم الدين يعني يوم الجزاء وخص الملك بيوم الجزاء وإن كان الله يملك حتى الدنيا لأن الدنيا قد يوجد فيها من يدعي الملك وأما يوم الدين فسوف ينفرد الله بذلك فخص بذلك طيب واصل يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل طيب قلنا الفاتحة قسمها الله على ثلاثة شطر لله وشطر للعبد وشطر اقتسمه الله وعبده طيب هذا الشرط الذي هو الوسط هو قول الله سبحانه وتعالى إيش إياك نعبد وإياك نستعين يقول الحافظ بن القيم رحمة الله عليه إن كتب السماوات كلها جمعت في القرآن والقرآن كله جمعة في الفاتحة والفاتحة كلها جمعت في هذه اللفظة إياك نعبد وإياك نستعين طيب كيف هي مقسومة بين الله وبين عبده إياك نعبد إخلاص العبادة لك ولم يقول نعبدك قال إياك نعبد ثم كوننا نحن نعبدك أنت ولا نعبد صواك ولا نتوجه إلى غيرك نحتاج إلى إيش نحتاج إلى إيحانة فوإياك وإياك إيش نستعين على عبادتك طيب هذه بين الله وبين إيش وبين عبده ولكن إذا حققت فيها النظر وجدتها كلها لله كلها لله لأن هو المحق بأن يعبد وهو الذي وفقك إلى أن تعبد فهي لله ولكن تكرم الله علينا بذلك واضح طيب واصلة يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غرمضوا بعليهم ولا الضلين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فهؤلاء لعبدي هنا جاء قسمك أنت وهو إيش وهو الدعاء لهن الدعاء هو العبادة اهدنا الصراط المستقيم وهو الصراط الذي أتنى الله على أهله من النبيين والصدقين والشهداء ثم نعود بالله في نفس الوقت من أن نكون غير المغضوب عليهم وهم إيش اليهود لأن الله قال في حقهم فباءوا بغضب ولا الضالين وهم النصارى الذين يقول الله في حقهم وظلوا 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 كثيرا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل فقد وصفوا بذلك طيب قال الله في البداية قسمت الصلاة يقول إمام الخطاب في محالم السنن إن لفظة قسمت لا يقتضي التسوية لا يقتضي التسوية في الحروف وإنما التسوية في المعاني وإلا لو إياك نعبد وإياك نستعين أصغر من الأولى ومن الثانية فالقسمة التي جاءت هنا هي قسمة إيش قسمة معاني فلما أنت مجدت الله وأتنيت عليه وحمدته قابل قابلها في المقابل إيش أنه يهديك إلى الصراط ويمنعك من صراط المغضوب عليهم ويمنعك من صراط الضالين فترجحت الكفة من حيث المعنى لا من حيث إيش لا من حيث الحروف طيب يقول العلماء هذه المناجات التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى هي لما دخل العبد فيها دخل بثناء على الله وهو الحمد لله ثم قال الرحمن الرحيم أتنى على الله ثم انكشف له فأتنى عليه بصفات الله بعد ذلك وقع تقدم في المناجات فقال إياك نعبد إياك من ضمائر إيش ضمائر المخاطب فالحمد لله ضمير عادي ولكن إياك نعبد ولم يقل نعبد الله مثل ما قال نحمد الله انتقال انتقال في إيش انتقال في المناجات فتجزم بأن الله سبحانه وتعالى معك في إيش في مناجاتك تلك واضح لهذا جاء هنا في صيغة الخطاب بإيش إياك نعبد بضمير الحاضر طيب هذه المناجات أنت تقول كذا فيقول الله لك كذا هي لمن للذي ذكره بلسانه وقلبه وأما إذا ذكرت بلسانك فقط فإن الله لا يقول لك مجدني عبدي وإنما يقول مجدني لسان عبدي واضح فهذا منصب على إيش على إذا استقام الجارح وهو اللسان والقلب على هذا أما إذا فكت فتقول أنت الحمد لله وأنت غافل أو داهل على معناها كيف يقول الله لك قد أتنيت علي واضح مع العلم بأن العبرة بإيش العبرة بفهمك للمضمون وليس لجراياني الحرف على لسانك واضح طيب واصل وحدة ثانية طيب الآن إذا سألناكم أبو هريرة رضي الله عنه يقول للتابعي اقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام في سرك ثم جاء بهذا الحديث هل كيف استدل أبو هريرة بذلك أبو هريرة لماذا سق هذا الحديث الآن أبو هريرة جاء بحديث آخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداش صح طيب قيل له طيب وإذا كان الإمام يقرأ فجاء بهذا الحديث آخر أقرأها 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 في نفسك قال أقرأها في نفسك طيب لكن لا تضيع قرأتها لا تضيع لا تضيع قرأتها فإني سمعت لا تفوت لا تفوت طيب طيب لكن هل هذا يعطي الحكم أن لأن السؤال هو إيش قرأة جهريا أو سريع هل أقرأ مع الإمام أم لا فاستدل بهذا لهذا لا يستشف فتوى أبي هريرة من هذا الحديث ولهذا بعض العلماء الذين هم السادة الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة الذين لم يأخذوا بهذا قالوا هذه فتوى صحابي وقد خلف فيها والدليل لم يستشف منه استشفافا كاملا لأن هذا الدليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي هذا فضل الفاتحة وليس قراءة الفاتحة مع الإمام يعني فضل الفاتحة هذه المناجات تقع للإمام وتقع للمأموم وتقع للمنفرد فإذا هي لا تدل دلالة واضحة على جواز قراءة المأموم خلف الإمام واضح الاستدلال بل إن القراءة الأولى أو الحديث الأول الذي ساقه أبو هريرة أقوى من هذا في المسألة لكن الآخر كذلك اعتي له اعتراض وهو قراءة الإمام وهو أن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا فاستمعوا واتفق العلماء كان ما قال الإمام أحمد على أن هذا خاص في الصلاة واضح؟ طيب الإمام مالك لم يأخذ بفتوى أبي هريرة لهذا أعقبه بآثار عن التابعين تخالف ذلك قال مباشرة على التابعين وحدثني عن مالك عن عشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه فيما لا يجهر فيه الإمام بقراءة كان يقرأ في السري واضح؟ وهذا هشام بن عروة عن أبيه اقرأ طوال صاحب نهاية الإسناد الحديث الثاني وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بقراءة كذلك القاسم بن محمد وهؤلاء كبار التابعين من فقهاء المدينة هشام بن عروة والقاسم بن محمد واضح وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة كذلك نفس طيب الآن سؤال بسيط مالك ماذا قال في الترجمة بابه قال مالك لا 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 الأول بابه القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر طيب هنا كذلك إشكال ما الرابط بين هذه الترجمة والحديث الذي سقه مالك سمعنا الحديث الذي سقه مالك طيب ما الرابط بينه وبين قول مالك بابه القراءة فيما لا يجهر فيه فيما لا يجهر فيه أين أين الرابط الإمام الباجي يقول لا الآن مالك قال باب القراءة فيما لم يجهر الإمام إذا لم يجهر الإمام اقرأ يعني باب القراءة في سر الإمام طيب هذا الباب هذه الترجمة ماذا يدل عليها من هذا الحديث كله فهي خداج إما أنك تقول فهي خداج فإذا تقرأ لكن فهي خداج هو عام أقرأ ولو سمعت الإمام فالباب الذي ساقه الإمام مالك لا ينطبق مع الحديث وإنما ساقه من باب من باب التبيين على أن المسألة فيها أحاديث يظاهرها التعارض فهو جاء باب فهي خداج فهي خداج هذا دليل على أنك تقرأ لكن لا تقرأ في السر الإمام فقط تقرأ حتى في جهره لأنها عامة واضح فهو ساقه إيش ساقه من باب إيش من باب البيان على أنه أحاديث دالة على العموم لهذا أرضفه طوالي بإيش بالباب الذي بعده هو قال أيوة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك طيب أحب ما سمعت إيش هو ما كان يذهب إليه كبار التابعين من أنه يقرؤون إذا أصر الإمام ولا يقرؤون إذا جهر الإمام وليس بفتوى أبي هريرة في ذلك واصل باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه هذا التبويب عكس مئة بالمئة الفتوى التي أفتها أبو هريرة أبو هريرة قرأ إقرأ في نفسك إذا قرأ الإمام صح؟ هنا قال الإمام مالك باب عدم القراءة إذا جهر الإمام وأورد حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام لاحظتم؟ عبد الله بن عمر هنا يخالف أبا هريرة في الفتوى سئل عبد الله بن عمر قيل له إذا قرأ الإمام قال من صلى خلف الإمام فحسبه قراءة إمامه وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ طيب هذا وهو بإسناد صحيح مالك النفع بن عمر يقوي مذهب من الله يفتح لك يقوي في عمومه مذهب الحنفية لأن الحنفية يقول لا يقرأ مطلقا فمتل ما قلنا لا نطالب الشافعي على دليله وهنا كذلك لا نطالب الحنفية لأنهم أخذوا فنطالب المالكية لهم الإمام مالك والحنابلة كيف جمعوا بين إيش بين فتوى أبي هريرة فحملوها على الإصرار وأخذوا بقول بن عمر حملوه على إيش حملوه على الجهر وهو الحديث الذي ساقه مالك الآن نعم قال يحيا سمعت مالك يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة يقرأ من باب الاستحباب كما قلنا أيوة ويطرق القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة طيب هو أخذ بقول أبي هريرة في الإصرار فقط وأخذ بقول ابن عمر في عدم القراءة في الجهر فقط طيب هذا التوفيق الذي هو الجمع بين الدليلين من أين استشف من هذا الحديث الذي قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن من هو أكيمة أكيمة هذا مسوينا مشكل في هذا الحديث وهو أنه روى عنه ابن شهاب هنا وبعض العلماء كالإمام البيهقي وتابعه المندري على أن هذا الحديث ضعيف لأن هذا الرجل مجهول والإمام النووي رحمه الله قال قد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث وإن كان حسنه الترمذي فلا تغتر بتحسين الإمام الترمذي وهذا عجب من الإمام النووي فإن هذا الحديث لم يحسنه الترمذي فقط بل صححه ابن حبان وسكت عليه أبو داود وأتنى عليه الإمام البخاري وأن الإمام مالك يكفي أنه أخرجه في موطئه وابن الملق والحافظ وكذا قالوا بأن هذا الحديث لا ينزل عن من درجة الحسن بل هو صحيح واضح وهذا يعتبر من كبار التابعين الذي هو كيمة واسمه كما قال الإمام الترمذي في جامعه بعدما ساق هذا اسمه عمار أو عمارة فالحديث هذا أخرجه عن مالك كذلك الأئمة الأربع وهم أبو داود والترمذي والنساء وابن ماجا وهو حديث حديث صحيح صححه بن حبان وغيره فإذن ما عندنا إشكال من ناحية الإسنادية على الحديث واصل مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة ليتي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة جاء في رواية على أنه كانت في صلاة الصبح جهر في صلاة الصبح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم حد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن طيب هذا الحديث ساقه أبو هرير الذي أفتب الفتوى الأولى وهو أن النبي قال انصرف النبي صلى الله من صلاة جهرية فقال هل قرأ معي أحد فقال رجل أنا فقال رسول الله فإني أقول ما لي أنازع القرآن هذا اللفظ الذي ساقه رسول الله هو لفظ إيش لفظ عتاب ولكن ساقه بسياق إيش بسياق الذي يقوله العلماء بسياق الإثبات في النفي كما يقول المظلوم ما لي يؤخذ حقي ما لي يؤخذ حقي هذا إيش يعني هو الحق لي وهو يستغرب لماذا أخذ حقي فلهذا رسول الله قال فإن أقول ما لي أنازع القرآن كأنني أنا الذي أحق بالقراءة لأنني أنا إمام فبهذا تستشف بأن الصحابة كانوا يقرؤون خلف رسول الله أم لا لم يكنوا يقرؤوا بدل أنه هو واحد فقط الذي قرأ قال من الذي قرأ من قال رفع صوته قرأ قال أنا الذي قرأت فالدليل على أن الصحابة لم يكنوا يقرأوا خلف رسول الله واضح والذي يقوي هذا اقرأ نهاية الحديث فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة لم يقل فانتهى الناس عن رفع أصواتهم فانتهى الناس عن القراءة لا ما واضح للحديث بأنهم ما كانوا يقرأوا لهذا فانتهى الناس يختلف فيه المحدثين هو قول من لا هنا في الحديث فانتهى الناس عن القراءة لا لا في الحديث هذا خليكم في الحديث بسرعة الحديث لا 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 عن أبي هرارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد نانفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن قراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة قول من هذا ابن ايوه اختلف العلماء في ذلك وإن كان يقول ابن الملقين اتفق العلماء الأوائل على أن هذا من قول ابن شهاب مدرج هذا مدرج لماذا لأنه لا يستقيم أن تقول أنه قاله أبو هريرة وهو في البداية أفتى الرجل بأن يقرأ في السر واضح فلهذا حمل هذا على قول مين على قول ابن شهاب وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه مال إلى أنه قول أبي هريرة ولكن الصحيح ما قاله الإمام البخاري فهذا قول الإمام البخاري لأن هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في خلق القرآن في كتاب خلق القرآن وقال هذا قول ابن شهاب واضح لأنه في رواية الأوزاعي لم يروي عن ابن شهاب القول الذي قاله هذا القول الذي نسبه إلى أبي هريرة طيب يتضح من هنا على أن المالكية والحنابلة وفقوا بين الحديثين فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لكتب الكتاب محمول على إذا أصر الإمام وهنا ما لأنازع القرآن محمول إلى إذا جهر والمسألة هذه مسألة فيها اتساع وإن كان الذي يترجح والعلم عند الله على أن المأموم إذا قرأ الإمام فيجب عليه أن ينصت لقول الله تعالى فاستمعوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فانصتوا وإذا لم يقرأ وإذا لم يقرأ يستحب له أن يقرأ كي يشغل نفسه بذكر ألا وهو قراءة القرآن وبذلك نكون قد ختمنا البابين وفي هذا القدر كفاية وصلاوات ربي وسلامه على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر